بسم الله الرحمن الرحيم ضريبة التصرفات العقارية وتأثيرها على كثير من المعاملات سواء في الدعاوة القضاية كدعاوة صحة ونفاذ وهل يقدر بعدم القبول في حالة عدم سدادها وتأثيرها على إدخال المرافق الأساسي للوحدة العقارية محل التصرف وهل ضريبة التصرفات تستحق على العهد المشهر أم برضو تستحق على العودة الابتدائية وهل هناك استثناءات من عدم خضوع للضريبة العقارية ضريبة التصرفات العقارية مع ذلك ومعاد سداد الضريبة وهل يوجد فوائد تأخير في حالة عنام سدادها وقيمة تلك الضريبة من الملتزم به أولا ضريبة التصرفات العقارية أساس استحقاقها هو نص المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 والتي تم تعديلها بالقانون 158 لسنة 2018 الضريبة التصرفات العقارية عبارة عن إيه؟ النهاردة أننا عملت أي تصرف زي بيع زي وتواصية هبة إلى آخر من التصرفات المذكورة في القانون المدى وتعامل التصرف دوته وكان لقيمة طبيعية يعني ببيع شقة قيمة الشقة ديت مثلا 100 ألف جنيه فيتم تحصيل ضريبة تصرفات عقارية وليس ضريبة عقارية ضريبة التصرفات العقارية اللي هي عبارة عن إيه؟ اللي هي 2.5% من قيمة التصرف فلو أنا النهاردة ببيع شقة سكنية ببيع عقار ببيع أرض بأخذ 2.5% من قيمة التمم لو عندي 800 ألف جنيه أدفع 2.5% 2.2500 جنيه لو كان قيمة الوحدة العقارية اللي ببيعها مليون جنيه بأخذ 25 ألف جنيه طيب مين الملتزم بدفع الضريبة؟ هل المتصرف أم المتصرف إليه؟ يعني لو أنا عندي عقد بيع البيع هو اللي بيدفع الضريبة ولا المشتري البيع هو اللي بيدفع الضريبة؟ بعض الناس بتيجي في بعض العود يقول لك لا طب أنا أكتب في العقل أن المشتري هو اللي ملتزم بها هذا التصرف جائز بين الطرفين لكن قدما صلحت الضرائب العمق لا يجوزي يعني الضرائب العامة يتجي لك أنا مليش دعوة أنت البايع عنا العقل أنت اللي تدفع للضريبة كون أن أنت ألزمت المشتري إرجع عليك دعوة قضايا يأخذ منه ما يفيد أن أنت تسدد الضريبة طيب ضريبة الصرفات العقارية تستحق على أي على أي تصرف أم تصرفات لها محل معايدة؟ ضريبة الصرفات العقارية دي بتكون على التصرفات اللي يتم على العقارات أو الأراضي المعدة للدناء دون الكرة يعني موجودة في المدن معايدة القرة دي اللي بيستحق عليها ضريبة تصرفات العقارية اللي هي 2.5% يستوي بعد ذلك أن العقار دي لو أنا جئت جبت أرض فضاء وبنت عليها وطلعت الأرض الفضاء مش بتاعتي وأنا بنت عليها وكنت بتصرف وبيعت الأشخاص عليها أدفع برضو ضريبة عقارية يعني برضو ما يعرفوش ولكن الأرض دي مش بتاعتي إلي أخذ نوع التصرف ممكن يكون بيع ممكن يباهبة ممكن يبعوصية حتى لو في تبرد المفاجأة للناس كتير ما تعرفوش إن في بعض التصرفات اللي بتخرج عن ناقل الملكية برضو بتاخد على الضريبة زي إيه لو أنت أجرت أكتر عقد إيجار على وحدة عقارية لمدة تزيد عن 50 عام أو عملت حق انتفاع مدته تزيد عن 50 عام في الحالة دي يستحق عليك ضريبة التصرفات رغم إن التصرف مش ناقل ملكية وتصرف وارد على منفع طيب إيه تاني موجود عليه في حالات يستسنى منها الضريبة زي قبل من أقول الإستسنايات في حاجة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها بعض الناس بتفتكر إن الضريبة التصرفات العقارية تستحق على العقود المشهرة فقط يعني أنا جبت عقد بيع ونقلت لك ملكية شقة أو عقار يقول لقد الضريبة دي لما أجي أسجل الواحد لقد تستحق حتى لو كان البيع الابتدائي دي في التعدلات الأخيرة لقد نزلت على قانون الضريبة العام على الداخل والمادة 42 بالذات من إلا حددت هذا يعني معنا كده لو أنا رحت بيع شائتي بعقد التدائي ومشتر حامل صحة الطاقية العقود يستحق عليه ضريب أو يستحق عليه ضريب بل أحيانا إن بعض مصالح الضريبة العقارية أول ما بيجي لها علم إن في بيع تم على واحدة عقارية باي صورة من الصور بتاخد العادي دوت وتم اختار البايع تقوله إن تعليق ضريب التصرفات ويددها الحق كمان إنها تحجز على مستحقات ولادى البنوك لو لدي فلوس إنها تعمل حجز بقيمة هذه الضريبة لو عندها علم بهذا الأمر طيب إيه الاستثناءات التي لا تخضع للضريبة واحد لو كان التصرف اللي تم إن أنا دخلت التصرف اللي هو في العقار دوت كان عبارة عن حصة عينية في رأس مال شركات مساهم دي حالة يبقى في الحالة دي ما تفعش ضريبة التصرفات عقارية بشرط إن ما يتمش التصرف لأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات تاني تاني حاجة التصرف بالبيع التصرف سواء بالبيع التصرف بالوصية أو التبرع أو الهبة بين الأصول والفروع يعني أنا هرده جيت ببيع لابني ابني بيبيع لي الزوج بيبيع لزوجته الزوجة بيتبيع لزوجها سواء كان تبرع أو فبالتالي لا تستحق ضريبة أما غير ذلك فبالتالي يستحق اللي ضريبة يعني أنا جيت عمال تهبة للشخص ليس من أقارب الأصول أو الفروع يعني خلي بالك فيه فرق بين الأصول والفروع والأصل والفروع الأصل اللي هو الأب وما على الفروع الابن وما نزل الأزواج الزوج والزوجة طب الأخ الشقيق ليس من الأصول والفروع فلو أنا عملت عقد هبة أو وصية للأخ الشقيق أو عملت له تبرع برضو استحق عليه ضريبة التصرفات طيب كان هناك بيوع إجبارية تم يعني بيع تم إجبار سواء كانت إدارية أو قضايا اللي هو البيع بالمزاد العالم ما يستحق ضريبة نزل العقار للملف العقار للملف العام ما تستحق ضريبة التصرف والتبرع للجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو أشخاص اعتبارية العام أو المشهزة نفع العام وقبل كلهم القرى يعني العقارات الموجودة لكوة القرى لا يستحق عليها ضريبة تصرفات عقارية طيب إمتى يستحق سداد الضريب أنا النهار ده عملت التصرف واللي يكن بيع عملت يوم واحد ستة الفين وعشرين تستحق الضريبة خلال تلاتين يوم من تاريخ يعني الغاية نهاية ستة أدفع الضريبة عامات تصرف 15 سبعة أستنى الغاية لها 15 ثمان 30 يوم ويستحق الضريبة ولازم تبلغ مصرحة الضريبة وتبلغ عن ضريبة الصرفات لسبب إيه المشكلة أن تستحق عليك فوائد تأخير التي نصت على المدد 110 من القانون الضريبة على الدخل في حالة عدم ثم بعد الضريبة يبدأ يحسب عليك فوادي التأخير طيب إيه هي الجزاء في حالة عدم ثم الضريبة وهي دي الحاجة الأهم في موضوع النهار إيه هو واحد لو أنت جيت ترفع دعوة صحة ونفاذ على أصل التصرف الذي عمله واخد عادة بيع ابتداي والمشتري سيسجل المال البيع لا يسجل فسي عمل دعوة صحة ونفاذ عشان ترفع الدعوة من شروطها أن أنت تقدم ما يفيد سادة ضريبة التصرفات مثل شهر الصحيفة من شرط شكل القبول للدعوة نفس الكلام يجب أن تقدم شهادة أن أن سددت قيمة ضريبة الصرفات العقرية وإلا يقدع بعد القبول التعديل تم في 2018 سنة القانون 1858 الناس كثير ليس واخد من الحكاية الأمر الثاني لو أنا ما سددت الضريبة وتوجهت لشركة القهربة شركة الماء شركة المجمعة زعم العداد ينقل إلى آخره أول شرط يقول لا هاتلي سدد الضريبة العقرية لتضريبة الصرفات العقرية عشان أن أخدم لك الخدمات بتاعتها كذلك لو أنت احتاجت أي حاجة من الجهات الإدارية آخر نختم بها مهم هو التفرق بين ضريبة الصرفات العقرية وبين الضريبة العقرية وضريبة التصرفات شيء آخر ضريبة الصرفات هي 2.5% على أي قيمة التصرف أما الضريبة العقرية لها قانون خاص لها ضريبة العقرية اشتركوا في القناة